سياسي صالح، مسؤول صالح، عيش كريم صالح لسن حال العراقيين الذين يريدون وطناً صالحاً بلا مصالح ومن اسمه لبغداد نصيب فالصالح الذي قاد رئاسة الجمهورية إلى خارج العراق وصولاً بمكوك العلاقات الدبلوماسية في كل محفل عربي ودولي هو الذي وثقته الكاميرا وعرفه شيوخ السياسة وأهلها طيلة أربع سنوات ماضية كتبها برهم صالح بنظام حكم يرتكز على قرار وطني مستقل وبين برهم صالح ونداء الوطنية المطلقة التي يقودها الناطقون اليوم بحكومة أغلبية وطنية تشابه واتفاق في المبدأ فرئيس جمهورية العراق قال كلمته وفعله وخرج إليكم بضمير الحي الذي يخاطب الشعب على طريق السيادة معلناً كلمته الجريء لأجل الإعمار السياسي نحو أفق البناء لمستقبل العراق الحديث والعهد السياسي الجديد أن الرئيس الجمهورية يجب أن يكون رمزاً لوحدة البلاد وسيادتها وحامياً للدستور وأن يكون رئيساً لكل العراقيين رئيساً لا مرؤوساً لا مرؤوس إذن سينتج حالاً صالحة فالبلاد التي يطالب رئيس وزرائها مصطفى الكاظم بإصلاح وقضاء على الفساد هي ذاتها التي يمشي على مبدأها برهم صالح فكانت المسؤولية كبيرة ولا تزال أما منطق السياسة فيقول أن برهم صالح رجل المهمات الصعبة الذي شارك بركيزة أساسية في صناعة انتخابات مبكرة لابد له أن يستمر على الطريق لإتمام المهمة الوطنية في المعادلة الجديدة لذا بدأت كلمة الرئيس بالعراق ولأجل العراق وانتهت دعماً لعراق عادل مع جميع مواطنيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر